أول شيء نفتح new assembly الثانية هذه assembly إما double click إما أوكي نفتح assembly ممتاز فتح معنا assembly مباشرة يعطينا كيف رح نسحب القطع ينديك تطلع منها على طول نعمل إيش insert component إيش تعمل براوز عشان تبحث عن القطع فين اللي تبغى تسحبها طبعا تشوف انت مشروعك فين سجلته أنا سجلت مشروعي هنا سنجمع هذه القطع كلها لماذا سنبدأ؟ سنبدأ بالbase الرولر base تأتي معنا على طول double click نروح نعمل save as save as نسميها assembly أو belt belt roller assembly و save ممتاز ممتاز سنجد عليها بالقطعة بالقطعة insert component ما هي القطعة التي سنجدها؟ سنجدها بالbracket browse part tool طبعا نحتاج منها قطعتين طبعا نجمع الbracket على base ما نحتاج؟ الثقوب هذه تكون ما؟ تكون concentric طبعا هذه الشروط تسمى mate سنضغط على mate و نعمل تحديد لهذا السيلندر يعني للمجد التجويف وهذا التجويف عشان يكونوا مع بعض وهذا التجويف تمام؟ يطلب معنا ايش؟ concentric نقوله اوكي طبعا ما شاء الله عليه يعرف صليد واقص طوالي ايضا نبغى هذا التجويف مع هذا التجويف يكون ايش؟ يكون concentric جابها على tool concentric نقوله اوكي لكن ايضا نبغى ايش؟ هذا المسطح وهذا المسطح يكون ايش؟ يكونوا متساوين coincidence نعطيها اوكي هلا جمعنا هذه القطعة الاولى نعمل اوكي tick نحفظ و نضيف البركت الثاني browse bracket نجيبه هنا mate بنفس الطريقة يلا نعطي هذه وهذه اوكي هذه مع هذه اوكي تروح تحدد القطعة وتحركها بيمديك تحركها اما مباشرة اما remove component شايفينها هنا نعطي هذا المسطح مع هذا المسطح مع هذا المسطح و نقول له اوكي هلا راح نضيف ايش؟ هلا راح نضيف الشافت نعمل لي سيف قبل كل شيء نعمل حفظ قريب عن الشافت اضيف ياباً نضيف الشافت خرج و اين الشافت؟ هذا الشافت راح نضيف هذا الشافت هنا مع العلم انه الميت راح يكون اضيف راح يكون هذا السيلندر مع هذا السيلندر نعطيها اوكي ايضا رح نعمل ايش لازم يكون هذا الشافت العمود يكون في الوسط خلي نشوف طبعا هذه 80 كاميرا تجي معنا الثانية طبعا هذه كاميرا دعنا نشوفها على الباس طيب هنشوف احنا كلنا فتحينها بارتخي هذه كانت 50 يعني على عرض الشافت مباشرة فنعمل هنقل له هذا المسطح مع هذا المسطح متساوين متساوين نقل له اوكي طيب عشان بعدين القطع نقل له اوكي عشان بعدين القطع خلي نفتح خلي نفتح الشافت خلي نفتح ونشوف البلين البلين ايوه هذا البلين اللي عليه الثقوب نعطيه مت مع ايش نعطيه مت مع هذا المسطح بارالل اوكي ممتاز الاف متاز جدا اكسلت هلا رح نضيف ايش قبل ننضيف نعمل safe هلا رح نضيف البوشينج والرولر يلا نجيب البوشينج خلينا نشوف البوشينج من هنا هذا البارت فايف اللي هو البوشينج طيب طوله 21 عفوا وهنا 18 طيب وخلينا عشان نجمع صح البارت وان الرولر فين الرولر فين الرولر البارت وان الرولر هنا ايوه اللي يجي جوه هنا رح يجي البوشينج البوشينج رح يجي جوه هنا وهنا المسافة هذي كم؟ المسافة هذي أربعين ايوه المسافة هذي أربعين تمام فرح نجمع احنا هلا رح نجيب البوشينج الأول نسكر هذي وعطينا save ثم رح نجيب insert component أعطينا أعطينا البوشينج أعطينا البوشينج الأول هنا هذا البوشينج يجب أن يكون يجب أن يكون السيلندر مع السيلندر في الميت الميت كوسونتريك طيب نجيب أحنا طيب نعمل اوكي عشان save rebuild ونعمل insert insert component browse ويلا نجيب البوشينج الثاني نفس الطريقة رح نجيب البوشينج هنا نجيب نحن نجيب من ناحية الثانية هنا نعطيها mate هذا السيلندر مع هذا السيلندر نبغاها الجهة الثانية واحدة الجهة الثانية نجيب أيها نعمل mate alignment نجيب هذه هنا تمام طيب التوتل هذا كم؟ خلينا نعمل save save rebuild مجموع هنا و هنا لازم نكون كم؟ هنا لدينا 18 هنا لدينا 18 و الرولر لدينا 20 40 يعني 20 فالمسافة بين البوشينج هنا والبوشينج هنا المسافة كم؟ المفروض تكون 2 مليمتر تمام؟ 2 مليمتر المفروض 2 زائد 21 زائد 21 تكون المفروض دعنا نجيب معنا 40 البوشينج رح يركب من هنا و ركب من هنا نجيب نجيب insert component browse نعطيها إيش؟ نقول لها أول شيء هذا السيلندر مع هذا السيلندر واحد منهم بيكون نقولها أوكي ثم هذا السيرفس مع هذا السيرفس بيكون كوانسيدنس أيها منتاز نقولها أوكي ثم ثم نعطي إيش؟ هذا السيرفس دليت دليت هذا السيرفس مع هذا السيرفس لا 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 دليت هذا السيرفس دليت 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 د هنا ثلاثة ملي و هنا ثلاثة ملي مع الاربعين صارت ستة واربعين ستة واربعين من الخمسين لازم اثنين ملي من هنا و اثنين ملي من هنا فنحن نقوله ايش مت هذا السيرفس هو فين هذا السيرفس مع هذا السيرفس مسافة الشرط هنا بيكون مسافة كم ؟ اثنين ملي متر و نعطيها اوكي تيك ايش مشكلة المسافة بين هذا المسطح مت وهذه السيرفس بتكون ايش بتكون على مسافة اثنين ملي متر و نعطيها اوكي تيك نحفظ كده نكون جمعنا ايش شمعنا الرولر بلت اللي شغالين عليه تمام؟ خلينا شاك امورنا اختار واحد من البلاينز مثلا واحد من البلاين على الشافط الطيب البلاين اللي في الوسط هذا نعمل عليه ايش كت ممتاز ممتاز شايفين كيف السيلندر والإكسترود كات و كله تمام ايضا يمديك تعمل كات تروح شيء حسب البلايل اللي انت عاملو طيب نطلع منها نروح للإيسومتريك نعمل حفظ ممتاز هلا عملنا الاسمبلي كلها نريد ايضا نرسم رسمة الاسمبلي كيف؟ نروح نفرح التمبلت اللي اشتغلنا عليها دين التمبلت اللي اشتغلنا عليها نعمل لها هش نعمل لها نعمل لها نعمل لها save as ونسميها ونسميها belt roller belt roller belt roller assembly اوك اوك رأي تقلق على افضل ممتاز نعمل لها نعمل لها نعمل لها نضغط 10 اسكيب 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 اوكي F تضغط على F بعدين نعمل ايش Right Click Edit Sheet مع الحفظ كيف رح نجيبها نضغط على هنا View Palette على اليمين نفتح Belt Roller Assembly يطلع معنا ال Views كلها خلينا نجيب ال Isometric هنا اول شي في شي ما نبغى نشوفه اللي هي Tangent Lines نعمل Right Click هنا على جنب Tangent Edges Removed ايوه كده كويس حفظ طيب يلا نجيب واحدة من ال Views نبغى مثلا Right View هنا أو Plan Front View زي ما تبغى عفوا طبعا هنا جت معنا بال Is Scale صغير اللي هو واحدة على الثانية اللي هو واحدة على الثانية بيمديك تطيف أي Views عليها تمام من أي جهة خلينا نجيب ال Elevation هنا يكفي كده او نشيل ال Elevation Delete نروح نعمل ايش Section خلينا نعمل Section على حين نعمل Section أوك أوك فيه شغلات نريح نشيل من إشفقة ما نعمل عليها قطع مثلا ماه هو؟ دعينا نشيل الiken الممكتر الشافت من إشفقة ما نعمل عليها قطع اوك تمام نضرب الي ارى نجيت معنا Section اوكي نعمل F عشان نجيك رسمة كلها طبعا هنا لازم مغير Escape نعمل حفظ Right Click Edit Sheet Format Escape لازم نعدل إش 1 على 2 Escape Escape Right Click Edit Sheet وكده نعمل Save وخلصنا طبعا في شغلة هنا ما انتبهنا انه نعمل Flip Direction بالنسبة للسكشن بالنسبة للسكشن نغير الاتجاه حفظ نزل شوية هذا اوكي انتبه انتبه نعمل فشة رئيس انتبه انتبه ا pilgrى انتبه انتبه نعمل F هنا انت هنا من التجميع ومن رسمك التجميع نصل هنا الى اختام هذه الحصص والفيديوهات والمحاضرات بخصوص برنامج SolidWorks الحمد لله انهينا المشروع وهو تجميع الرولر بيلت لان شهر تقريبا شغالين عليه اتمنى ان الكل استفاد هذه المحاضرات